إذن هذه كلمة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتريش وسط اتصالات دولية وضغوط من الأمم المتحدة لمحاولة الوصول إلى هدف رئيسي وهو على الأقل عقد هدى إنسانية ولولي ساعات قليلة لتحسين الأوضاع الإنسانية السيئة في قطاع غزة وهو ما عجزت كل الأطراف الدولية على إقناع إسرائيل به الأمين العام للأمم المتحدة كان قد اتخذ موقفا متصعيدا خلال الأيام الماضية للتأكيد على ضرورة دعم الوضع الإنساني السيء والصعب للغاية وقال إن الوضع في قطاع غزة كارثي وأنه لا بد من المطاق التوقف عن استهداف المدنيين والدفع بمساعدات إنسانية تتلاءم مع الوضع الكارثي مطالبا كل طرف بتحمل مسؤولياته تجاه المدنيين خاصة مع سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين وخاصة من الأطفال والنساء كان هناك سجال أيضا داخل أروقة الأمم المتحدة حول الأرقام المعلنة حتى اللحظة عن الضحايا المدنيين الفلسطينيين والتي تقترب من عشرة آلاف نستمع منذ بي صحافة إن غزة أصبحت مقبرة للأطفال آلاف الأولاد والبنات قتلوا يوميا وبالشكل عام هذا أكبر عدد قتل في مثل هذا الصراع لم يسبقه وهذا لم يمر علينا في تاريخ مؤسستنا أحيي كل من يواصلون عملهم في إنقاذ الأرواح على الرغم من كل التحديات والمخاطر وهذه الكارثة التي تتجلى يوما بعد يوم تجعل إدخال المساعدات أولوية قصوى وملحة ولا بد من الاستعجال بها وبالتالي نحن علينا مسؤولية مباشرة بأن يتم وقف هذه المعاناة الجماعية والسماح لدخول المساعدات الإنسانية لغزة اليوم الأمم المتحدة وشركائها تطلق 1.2 مليار دولار ليصل إلى كل سكان قطاع غزة وأيضا في الضفة الغربية وقدس الشرقية مساعدات لإنقاذ الأرواح تدخل لغزة من مصر عبر مابا الرفح لكن هذه المساعدات لا تلبي جزءا طفيفا من كمية الاحتياجات لا بد من إدخال الشاحنات بالكمية المناسبة وعدد قليل دخل وقبل هذه الحرب كانت 500 يوميا وهلآن لا يلبي أي احتياجات ودون وقود طبعا نحن نتحدث هنا عن أن المساعدات دون وقود لا يمكن تحلية المياه وأيضا أجهزة نقاذ الحياة في المستشفيات وكذلك الطريق واضح للأمام نهيك عن أن أيضا كل المرافق التي تحتاج إلى الطاقة لا بد من إصلاحها هذه المساعدات نحن بحاجة إليها الآن وإطلاق صراح الرهائن الآن الحاجات الآن والرهائن الآن الملاذة الآمنة الآن المزيد من الطعام والدواء والوقود يدخل بأمان وبالسرعة إلى غزة الآن وكذلك لإصال المساعدات والمواد لكل أهال غزة الآن وعدم استخدام الشعب كأدرع بشرية الآن كل هذه الأمور نحن بحاجة لها الآن وبحاجة لتمويل أكثر الآن إضافة إلى ذلك فما زال لدي قلق متزايد حول زيادة العنف وتوسع هذا الصراع الضفة الغربية وقدس الشرقية في نقطة الدروة وأيضاً هناك مخاطر انتشار وهذا الصراع إلى خارج المنطقة ليصر إلى لبنان وسوريا والعراق واليمن هذا التصعيد لا بد من وقفه الجهود الدبلوماسية والعقلانية يجب أن تسود الكراهية والتحريد والاستفزاز لا بد من وقفه يزعجني جداً زيادة اللاسامية ومنهضة الإسلام أيضاً هذه مسألة جعلت كثر يشعرون بعدم الأمان المشاعر متأججة والتوتر عالي جداً وصور المعاناة تفطر القلوب وتسحق الأرواح ولا بد من أن نجد طريقاً لأن نعود إلى إنسانيتنا المشتركة غالبية المدنيين في غزة من نساء وأطفال يذعرهم القصف المتواصل وزملائنا 89 من موظفي الأنروا كانوا مع أسارهم قتلوا بمن فيهم معلمين حرس موظفي مساعدة لكن هذه كارثة أيضاً لدينا صالبة أصبحت مطورة برامج كانت تفوقة جداً وعملت على تقنيات المعلومات في الأنروا وكانت مصدر إلهام لنا جميعاً وأفكر بكل هؤلاء الذين عذبوا وقتلوا في إسرائيل والرهائن الذين أخذوا من بيوتهم ومن أسرهم ومن أصدقائهم بينما كانوا يمارسون حياتهم بكل بساطة قبل عشر أيام التقيت ببعض أفراد أسر هؤلاء الرهائن سمعت رواياتهم شعرت بعلمهم وحرك مشاعري كل ما سمعتهم ولن نتهاون في العمل على إطلاق صراحهم فوراً هذه مسألة بحد ذاتها أساسية لمواجهة كل التحديات الباقية إحدى الأمهات أطلعتني على ألمها حول ابنها الرهينة أرش وقالت وأقتبس هنا منها عندما تغضبون على أطفال طرف ولا تشعرون بالطرف الآخر هنا تأتي الإنسانية التي نرها منقسمة وأنهي هنا الإقتباس وهنا كأنه في واقتبس منها مرة ثانية تقول أنه في المنافسة على الألم لا يوجد طرف رابح ولا طرف خاسر كلاهما خسراً هذه المأساة لا بد أن تدفعنا لأن نساعد في تطبيب الجراع والعمل من أجل حل الدولتين لإسرائيليين وفلسطينيين يعيشون بسلام وأمن جنباً إلى جنب شكراً لمتابعة المزيد الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات